قدمت مؤسسة حياة كريمة دعما غذائيا ونقديا للمواطنين من خلال توزيع نصف مليون صندوق مساعدات غذائية بالإضافة إلى صرف دعم نقدي لنحو 16 ألف أسرى يأتي ذلك تنفيذا لتوصية الرئيس خلال كلمته في ختم المؤتمر الاقتصادية بالعمل على التوسع في مضغلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وكانت مؤسسة حياة كريمة قد أشهدت بتوصية الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادية بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية